بينما تجري الترتيبات لحوار الجد بين الشرعية والمجلس الانتقال المدعوم من الإمارات بهدوء تام يتأزم الوضع أكثر في الميدان وتستنفر الحشود العسكرية في محافظة أبيان مصادر ميدانية قالت إن تعزيزات عسكرية جديدة تتبع المجلس الانتقال اتجهت صوب مدرية شقرة لدعم قواتها المتمركزة هناك وأضافت المصادر أن الانتقال عزز قواته في وادي حسان شرق مدرية زنجبار ومناطق أخرى في خنفر بعد ساعات من وصول تجهيزات عسكرية بينها ألغام في مسعى لعرقلة أي محاولة تقدم للجيش نحو زنجبار وبحسب المصادر أيضا فإن تعزيزات تضم شاحنات محملة بالدبابات وراجمات صواريخ وعربات وقد تتمركز في المنطقة الواقعة بمحاذاة الطريق المؤدي إلى العرقوب فيما تتمركز تعزيزات أخرى في موقع قرن الكلاسين وقرب مدخل شقرة الواضح إذن أن ميليشيا المجلس الانتقال تسعى جاهدة لتطبيع الناس على سلطتها وفرض أمر واقع فيما لا يزال الأهالي يعولون على موقف الشرعية الرافض لتلك التطورات أملا في تخليصهم من وضع يزداد مرارة مع الأيام تعويل الأهالي وتحشيد ميليشيا المجلس الانتقالي أمران سيرجح أحدهما خلال الأيام القادمة وفقا لما سيرتضيه التحالف لوضع المحافظات التي تقبع تحت سلطة الانتقالي وضع الشرعية اليمنية التي استلبت منها أدوات القوة بتخليص العاصمة المؤقتة من سيطرتها بالإضافة إلى ارتهانها للبقاء في السعودية ربما يكرر نفس سيناريو ميليشيا الحوثين التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات الوسط وشمال الشمال وتذهب البلاد نحو مربعات أمنية محكومة بسلطة الأمر الواقع ترجمة نانسي قنقر